اشتركوا في القناة هنا يشترط ان يكون هيكل عظام الشخصيتين متماثلين في عدد وتكوين العظام وبنفس اسماء العظام ده هيكل الشخصية الاولى ولكل عظمة اسمه محدد وده هيكل الشخصية التانية وبنفس عدد وتكوين الشخصية الاولى ايضا بنفس مسميات عظام الشخصية الاولى نفتح نافذة الاكشن ونلاحظ ان الشخصية الاولى مصمم لها اكشن دورة المشي ندرك الأكشن على خط الزمن لمعاينته الآن نريد تطبيق هذا الأكشن على الشخصية الثانية أول خطوة وهي تصدير الأكشن نحدد الأكشن المطلوب ثم ننكر على زر التصدير فتظهر نافذة لتحديد مكان حفظ الملف نحفظه في مجلد المحتوى وهو المجلد الخاص بحفظ ملفات المشاريع الخاصة بك وهو عادة ما يتم إنشاؤه عقب تثبيت البرنامج وإذا لم يكن المجلد جاهزا فيمكن النقر هنا لإنشاء مجلد محتوى جديد ونحدد مكانه نضعه مثلا على سطح المكتب وننقر فيبدأ في إنشاء وتكوين مجلد المحتوى ومجلداته الفرعية ثم يكمل حفظ ملف الأكشن داخل مجلد الأكشنز نحدد الشخصية الثانية وننقر على زر استيراد أكشن ونختار مجلد المحتوى ونلاحظ وجود مجلدات فرعية داخله نختار منها مجلد أكشنز ونجد بداخله ملف الأكشن الذي صدرناه من قبل نختاره فيتم إدراجه داخل محتوى الشخصية الثانية الآن يمكن أن نحرك المؤشر وندرك الأكشن على خط الزمن فيتم تطبيقه وفي الإصدار السابق لموه 12 أضيفت ميزة القيمة المضافة للبرنامج مما أتاحها تحسين عمل دورة المشي والحركة نفتح أكشن دورة المشي لهذه الشخصية ونلاحظ أن دورة المشي تتم في نفس المكان على أن يتم الاستعانة بتحريك الطبقة فيما بعد نحرك المؤشر لنهاية مفتاح الحركة ونحرك العظمة الرئيسية أفقيا ونحزف المفاتيح البينية للعظمة الرئيسية ونحول المفتاح الأول لحركة خطية بكده نلاحظ أن دورة الأكشن تتم مع حركة الشخصية أفقيا لكنها تبدأ في كل مرة من نفس موضع البداية ولعمل تكرار للحركة من آخر موضع نحدد المفتاح الأخير للعظمة الرئيسية ونختار تكرار Cycle ومن نافذة الإعدادات نفعل خيار القيمة المضافة Additive نغلق الأكشن وندركه على خط الزمن ونشغل Play فنلاحظ استمرار الحركة ترجمة نانسي قنقر